اهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من سوريا اليوم تداعيات حادث اسقاط الطائرة مستمرة بين تل ابيب وموسكو فاسرائيل ارسلت قائدة سلاح الجو لبحث ما حدث وموسكو تحاول تحميلها المسئولية لتداري الفشل العسكري الذي حدث في مناطق عملها بصاروخ من صناعتها وبأيدي حليفها في المحور الثاني مشاهدين تصريحات الامين العام لميليشيا حزب الله حول ترحيبه باتفاق ادلب مع رهنه بالنتائج وتأكيده ان قواته باقية في سوريا وان محاولات قطع الطريق الى بيروت باءت بالفشل اهلا بكم قالت وزارة الخارجية الروسية ان تصرف الطائرين الاسرائيليين خلال حادث اسقاط الطائرة اي العشرين غير مهنيا على الاقل مشيرة الى ان الواقع تتطلب توضيحات اضافية من تل ابيب جاء هذا اثناء زيارة لقائد سلاح الجول الاحتلال الاسرائيلي عميكام نوركين في موسكو على رأس وفد عسكري اسرائيلي في بحث تداعيات اسقاط الطائرة الروسية تداعيات اسقاط الطائرة الروسية على يد نظام الاسد ما زالت حديث المسؤولين الروس والاسرائيليين في ظل التوافقات العسكرية والسياسية الاخيرة بين الطرفين السعية الى توطيد اركان القيصرية وضمان المصالح الاسرائيلية في المنطقة الجيش الاسرائيلي اعلن عن زيارة يقوم بها قائد سلاح الجو اللواء عميكام نوركين الى موسكو اليوم الخميس لاستعراض حثة اسقاط الطائرة وكل ما توفر من معلومات مرتبطة بذلك ونتائج التحقيقات التي اجراها الجيش الاسرائيلي محملا قوات الاسد المسؤولية الكاملة عن اسقاط الطائرة على لسان وزير الحرب افيكدور ليبرمن الذي اكد ان نقص المهنية وفتح النار بشكل عشوائي كان سببا رئيسيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حملت الابيب مسؤولية اسقاط الطائرة وقال ان الدفاعات الجوية للنظام اسقطتها بسبب عدم تنفيذ اسرائيل للتفاهمات المبرمة لتفادي الحوادث الخطرة من هذا القبيل في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو والذي اعرب بدوره عن اسفه لمقتل خمسة عشر عسكريا روسيا واشار الى اهمية استمرار التنسيق الامني بين البلدين بيدا ان التصريحات الاسرائيلية تشير الى اسباب اخرى ربما تكون الاهم تقف خلف الزيارة مرتبطة بشكل مباشر بالوجود الايراني الذي بات عامل ارق لتل ابيب وهو ما تضمنه اعلان الجيش الاسرائيلي واشار اليه مسؤولون اسرائيليون في تصريحات كثيرة كان اخرها تأكيد وزير الحرب الاسرائيلي افيكدور ليبرمان على عزم تل ابيب واصرارها على منع التموضع العسكري الايراني في سوريا ولمناقشة هذا الموضوع معنا من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عبدالهادي ساري الخزاعلة ومن موسكو معنا الدبلوماسي الروسي السابق فيتسسلاف موتوزوف سيد موتوزوف مساء الخير اول شيء وفد عسكري اسرائيلي في موسكو لشرح ملابسات حادثة اسقاط الطائرة الروسية فوق الساحة السوري في اي اطار انت يمكن ان تصنف هذه الزيارة وهل يمكن للموضوع ان يتطور بين الطرفين طبعا زيارة اهداف واضحة تماما ان اسرائيل الذي يتهمونه كسبب لتدمير الطائرة استطلاع مجهزة باحسن الاجهزة الالكترونية روسيا الازي كانت تراعي المنطقة الشرق المتوسط وهذا هو سبب ان يعرض ويحاول اقناع القيادة الاسكرية والسياسية الروسية ان اسرائيل ليست مسؤول عن هذا الحادث هذا الجهود الاسرائيلية برأي انا تفشل خطما لانه روسيا اليوم ليست بحاجة تأكيدات من قبل اسرائيل اولا انه لدي الروس هذا كانت حادث جنب القاعدة الجوية الروسية حميمين وكل الاجهزة كانت تعرف بتفاصيل شو صار في الجو شو صار في بحر يعني واضح تماما صورة واذا اتهامات عند الاسكر انه اتهام طرف واحد دليل على انه اي شيء الذي يجلب معهم قاعد قوات جوية اسرائيلية لا يؤثر على هذا القرار قرار اتخذ ما القرار الذي اتخذ يعني من قبل الروس بهذا الموضوع الذي تتحدث عنه ما هو القرار الذي اتخذ يعني هل من اجراء معين ستتخذه موسكو حيال التطور الاخير والخطأ الذي ارتكب من قبل الجيش السوري هذا عجل احتمال وارد ولكن اول واحد اللي طرح عجل احتمال على ري العام ساعة خمسة سباحا مبارح كانت سي اينين كيف يمكن ان نتبنى اي احتمال بقايا اقسام من هذه الطائرة ما دار سباحا ولذلك بقايا انا ليست مهم اي اي السابق يا صاروخ سوري يا صاروخ طيار الاسرائيلي او من فرغة الفرنسية او من طايفون بريتانيا الذي كان يتجاول في اجواء طيب يعني هنا يوجد وجهات نظر اخرى سيد متوزوب مهم ان هذا استنتاج تبنى على اشياء اخرى طيب هناك وجهات نظر اخرى سيد متوزوب وجهات نظر عسكرية تقول ربما سيد عبدالهادي ساري الخزالة يجيبنا عنها ما الالية التي يمكن من خلالها الالية التي تعمل على اساسها منظومة الدفاع الجوي اسمائتان يعني كيف يمكن اعطاء الاوامر وهل يوجد نظام تمييز الصديق من العدو روسيا قالت بانه لا يوجد نظام تمييز الصديق من العدو هناك من قال ايضا بانه اساسا الاوامر تخرج من قاعدة حماميم ان كان الموضوع خصوصا ان كان الموضوع يتعلق في منطقة الساحل السوري تحياتي لك ولي ضيفك في الواقع يعني انا طيار واعرف تباما ولي باع بموضوع تحليل الحوادث الجوية يعني هذه الطائرة عندما اسقطت اولا كانت الحالة الجوية يعني بالنسبة لتواجدة الطائرات واطلاق الصواريخ من البحر الابض المتوسط ووجود الطائرة على مسافة 35 كيلو متر اي انها على بداية حدود المياه الدولية تقريبا وهي موجودة تقريبا في المياه الدولية لذلك عندما يتم اطلاق صواريخ طبعا الاسرائيلي قالوا بان تم اسقاط الطائرة بعد وصول طائراتهم عند تنفيذ الغارة الى المجال الجو الاسرائيلي يعني هناك تأكيد من قبل اسرائيل بان طائراتهم وصلت الى المجال الجو الاسرائيلي بعدها اسقطت الطائرات الطائرة الروسية يعني انا اؤكد بان الصواريخ الدفاع الجوي السورية هي من اسقطت الطائرة لاسباب عديدة اولا السبب الاول هناك جهاز تعارف موجود في الطائرات التي تطير فوق الجمهورية العربية السورية هناك آراء 15 موجود في الطائرة التي تطير على بعد 35 كيلو متر من الحدود السورية هناك ايضا اجهزة نفسها جهاز تعارف موجود في كتيبة الرادار وكتيبة الصواريخ التي اطلقت الصاروخ بنفس النوعية وبنفس هذه الجهاز التعارف حتى عندما تطلقت الصواريخ اسميتين عندما يتم التأكد من وجود طائرة صديقة على منح هذا الصاروخ يتم تغيير منح هذا الصاروخ اذا كان هناك حقيقة عناصر ومطلقي الصواريخ مدربين بشكل جيد لكن الذي حدث هو انه بعد طبعا اسرائيل عندما تنفذ ضربات تخبر الجانب الروسي لكن هذا الخبر كان قبل دقيقة واحدة كما قيل وكما تناقلته وسائل الإعلام وكما تكلم به ايضا رئيس الاركان ورئيس القوات الجوية الإسرائيلي هناك دقيقة واحدة كانت هي لاختار الجانب الروسي به تنفيذ هذا اللجوم وكانت الدقيقة كافية لإخراج هذه الطائرة من مكان العمليات العسكرية الجوية في تلك المنطقة اذا هناك صاروخ تم مع ذلك الى الان موسكو تطالب بمزيد من التحقيقات سيد فتشسلاف ما التحقيقات التي يمكن لتال أبيب أن تقوم بها المزيد من التحقيقات للتحقيق في قضية مقتل الطيارين الروس في الحادثة الأخيرة طبعا هناك الريء الطيارين الروس على مستوى العالية القائد القوات الجوية الفضائية الروسية بوندريف الآن اليوم يرئس اللجنة الدفاع لغرفة الشيوة قال بالكلمة أن أي اتهامات أن هناك مسؤولية ترجمة مسؤولية مطلقة لإسرائيل أي واحد يقول شيء آخر هو كذاب هذا الكلمة قال اليوم لصحافة الروسية أولا شيء ثاني هناك ليست هذا مشكلة تقنيكية أي طائرة أي سروح أطلق نار برأي خبراء الروس هناك كانت الخطة مدبرة لضرب على مواقع أو لطائرات الروسية لنحن مش سدفة جنب هذا المنطقة كانت الفرغة الفرنسية الذي أطلق الصواريخ تهمهوك هذا هو سبب ما حد اليوم يتحدث عن اتلاك الصواريخ من فرغة الفرنسية وهناك كان يتجاول على حدود مع تركيا تايفون تايرة مجهزة إلكترونية بريطانية البعض يقول بأنه كل هذا الغضب الروسي كل شيء كان مجهز لمعاقبة روسيا على هجوم لإدلب طيب البعض يقول بأنه كل هذا الحراك الغضب الروسي وصار اتفاق اردغان بوتين نعم لو تدعني أكمل سؤالي سيد فتشستاخ البعض يقول بأنه كل هذا الحراك الروسي من أجل أمام الرأي العام خصوصا في الداخل الروسي لتداري وتدارك الفشل في التنسيق العسكري على الأقل يعني الطائرة الروسية أسقطت بمنظومة دفاع الروسية ومن قبل الحلفاء الروس في سوريا وبوجود أيضا قاعدة عسكرية يعني يفترض قاعدة حميمية العسكرية ستنسق هذا الموضوع أنا لا أوافق لهذا الطرح موضوع الرأي العام السوفيتي الروسي اليوم متعاطف مع سوريا ليست ضد سوريا أبدا ويت لكن لذلك لبي اليهودي هون في موسكو من الصعب أن يزرعوا فكرة فكرة مسؤولية سوريا على الحديث التائر كل الرأي العام يتاهم إسرائيل بأي خل من الأحوال هناك فكرة أخرى سياسية أن كانت خطة مدبرة مصابقة بمشاركة طائران سوريا أسطل فرنسي والبريطاني والطائرات بريطانية الذي كان يدمروا الأزن وعيون الجيش الروسي في سوريا لأن هذا الطائر كانت تسمع وكل ألات إلكترونية في المنطقة أسقطوها مع أحسن ضبات خمسة عشرة دمروا هذا تحديرا لهجوم محتمل أمريكي يعني نفس الحديث الذي كان يتكرر سابقا الهجوم المحتمل من قبل الغرب ومحاربة الوجود الروسي في سوريا وكل ذلك سيد عبدالهادي ما رأيك بكلام السيد فتش اسلاف فيما يتعلق بالطرحة الأخير بأن الموضوع كله مدبر وهي خطة مدبرة هدفها إيقاء الحلفاء ببعضهم لا هو يدافع عن فكرة بلده ويدافع عن فكرة نظامه لكن الواقع الروس طبعا هم لكسب آراء سياسية ولكسب مكاسب سياسية تكلمون ويتهمون جزافا أنا لا أدافع عن إسرائيل ولا أدافع عن فرنسا أنا أدافع عن شيء واقعي وحصل أمام الجميع يعني إسرائيل عندما تطلق صواريخ جو أرض هي صواريخ موجهة وبدقة عالية عندما تذهب لمسافة حوالي 50 إلى 100 كيلو متر تذهب باتجاه هدفها لا تطلق باتجاه طائرات أيضا الفرنسيين عندما أطلقوا صواريخهم هي أطلقت من بحر أرض وبالتالي هذه الصواريخ لا تستخدم ضد الطائرات أو ضد الهدفة الجوية إذن الطائرة أسقطت بواسطة دفاع جوي أرض جو أو طائرة جو جو لكن الواقع لو يفكر سيد بيتسلاف قليلا لراء المشهد العسكري في ذلك الوقت بدقة عندما أطلقت الصواريخ السورية بشكل عشوائي من قواعدها باتجاه الطائرات الإسرائيل التي غادرت المكان تماما وهذه الصواريخ ظلت هدفها وذهبت باتجاه الطائرة وأسقطتها لكن كان ذلك خطأ نحن لا نتهم النظام السوري بأنه أسقطت طائرة قصدا إنما أسقطت طائراتهم طائرة روسية خطأا نتيجة ضعف من أطلق الصواريخ بالإضافة إلى ضعف الاستطلاع في النظام السوري أيضا ضعف التنسيق هناك من يقول هذا الموضوع ضعف التنسيق أيضا نعم ضعف التنسيق من إدارة حميميم إدارة حميميم هي راداراتية عاملة بشكل دام على مدى 24 ساعة الطائرة الأخمار الصناعي الأمريكي أما عن التداعيات فلا يوجد هناك تداعيات أنا أقول السيد ميتزلاف عندما كانت الطائرات الإسرائيلية تغيير على حوض اليرموك في درعة كانت الطائرات تمر من سماء الجولان المحتل لم يطلق أي صاروخ باتجاه هذه الطائرات دليل على أن هناك تنسيق واضح بين إسرائيل والروس يعني لا يمكن أن يكون الإسرائيين لهم دور في إسقاط هذه الطائرة إنما طائرتكم أسقطت بواسطة صواريخكم الموجودة في سوريا وأنتم تريدون أن تضللوا الرأي العام العالمي حول هذا أختم معك سيد موتوزوف اليوم ما المطلوب من قبل روسيا لإسرائيل لتلافي هذا الموضوع ولضبضبت أو حلحلت الأمور مع تل أبيب يعني في البداية كانت روسيا تحمل الموضوع وتقول بأنه بالخطأ وملابسات مأساوية أفضت إلى إسقاط الطائرة اليوم يعني تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة وتطالبها بمزيد من التحقيقات غدا ربما تطلب تعويضات أيضا موسكو لا أحد يدري اليوم زخارة وقالت أن هناك تأكيدات جديدة عن مسؤولية إسرائيل ما قالت بالدقاء أي تأكيدات ولكن موجودة تأكيدات أولا لأن رفع من البحر تأكيدات هناك فرق كبير إذا سروح جو جو إسرائيلي وصل هو يفجر الطائرة من الداخل لأن الصواريخ الإسرائيلية يفجر الطائرة من الداخل صواريخ 200 يتفاجر جنبا وأقسام صغيرة يعثر على الطائرة لذلك إذا يوجد الطائرة يوجد الصابق موتوزوف على هذه المشاركة كنت معنا من موسكو ستبقى معنا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عبدالهادي ساري الخازة إلى من عمان في المحور الآخر مشاهدين أكرام ابقوا معنا بعد الفاصل محور آخر